موسيقى حوار الليلة مع مهند الخطيب الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظابي السابعة بتوقيت جرينج حوار الليلة من سكاينيوز عربية ونتابع فيه ليبيا سلاح الشرعية في مواجهة سلاح الميليشيات في ليبيا تتنزع ميليشيات مدججة بالسلاح الفرلمان المنتخب شرعية الصناديق وتحاول أن تسلبه سلاحه الوحيد سلاح الشرعية في ليبيا فرلمان متمسك بخيار الدولة المدنية وميليشيات تبعث الروح في مؤتمر وطني منتهي الصلاحية لإحياء فكرة الدولة الدينية فأي المشروعين أقدر على الحياة؟ في ليبيا برلمانان وحكومتان وقائدان لجيشين وثلاث عواصم ومدن تتناحر في قلب العاصمة فهل من مخرج بهذه الأزمة المستفحلة؟ نتابع أيضا في الجزء الثاني من حوار الليلة سوريا مشروع الضربات الأمريكية ضد الدولة الإسلامية بعد مقتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بدأت واشنطن تستشعر عن قرب الخطر المحضق للجناح السوري لهذا التنظيم بعد أن دخلت في مواجهة مع جناحه العراقي لكن لسوريا محاذير كثيرة على الإدارة الأمريكية أولها أن أي تحرك عسكري هناك يحتاج موافقة ضمنية من دمشق حتى لا تعترض العثرات الدبلوماسية طريقة هذا التدخل مما يستطبع بالضرورة تنسيق الجهود بين واشنطن ودمشق في مواجهة الدولة الإسلامية وهو ما يعني أن تضع إدارة الرئيس أوباما يدها في يد نظام طالما اعتبرته فاقدا للشرعية فكيف تواجه واشنطن هذه المعطلة؟ قبل أن نبدأ النقاش هذا موجز من الأنباء اعتبر الناتق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري اتفاق وقف اطلاق النار في غزة انتصارا للفلسطينيين وأشار أبو زهري إلى أن الانتصار جاء بسبب تدمير المقاومة أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر على حد تعبيره نحن انتصرنا بحمد الله تعالى وقيمة هذا الإنجاز ليس بفتح معبر هنا أو هناك ولكن قيمة هذا الإنجاز إنما لأنه يمهد الطريق بإذن الله تعالى في المرحلة المقبلة لتحرير القدس وأرض فلسطين بإذن الله تعالى هذه القيمة الحقيقية لهذه المعركة نعم حققنا معظم مطالبنا الآنية من هذه المعركة ولكن اليوم بيتنا أكثر يقينا أننا أقرب إلى القدس أقرب إلى أرضنا الفلسطينية وفور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة خرج سكان القطاع إلى الشوارع ابتهاجا بوقف الحرب بعد 51 يوما من القصف الإسرائيلي على القطاع وسمع هدوي أطلاق نار في أرجاء مختلفة تعبيرا عن الفرح بوقف الحرب كما دعت حركة حماس الجماهير الفلسطينية للخروج إلى الشوارع للاحتفال بالنصر وبتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون على أهمية دور دول الجوار الليبي باعتبارها الأقدر على تقييم الوضع هناك واتخاذ القدرات أو القرارات اللازمة لدعم العملية السياسية وأصرح ليون عقب محادثاته في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الأوضاع في ليبيا باتت تستدعي دعما كبيرا من المجتمع الدولي وأضف أن استخدام القوة سيزيد من خطورة الوضع مؤكدا على دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة ومساعدة ليبيا للخروج من الفوضى السياسية والأمنية الحالية عبر عملية سياسية شاملة سنتابع قضية المواجهة بين البرلمان الليبي والميليشيات بمزيد من التفصيل بعد قليل في الجزء الأول من حوار الليلة مع ضيفين من القاهرة السياسي والحقوقي الليبي عبد الحفيظ غوقة ومن تونس معنى الكاتب والبحث السياسي مصطفى القلعي نفت قوات البشمرقة الكردية أي سيطرة لتنظيم الدولة الإسلامية على سد الموصل شمالي العراق وأكدت أن السد مؤمن بشكل كامل وكانت مصادر في محافظة نينوى ذكرت أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية سيطروا على سد الموصل بالكامل للمرة الثانية أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس أوباما لن تتعاون بأي شكل من الأشكال مع السلطات السورية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وكانت الولايات المتحدة قد بدأت تسير طائرات استكشافية ومراقبة فوق السورية بعد موافقة الرئيس باراك أوباما على ذلك وكشفت مصادر أمريكية أن واشنطن تجهز الخيارات العسكرية من أجل الضغط على تنظيم الدولة الإسلامية في الأراضي السورية كانت هذه أبرز الأخبار نتابع الآن الجزء الأول من حوار الليلة ليبيا سلاح الشرعية في مواجهة سلاح الميليشيات موضوع الجزء الأول من حوارنا هذه الليلة أرحب من جديد بضيفينا معنا من القاهرة السياسي والحقوقي الليبي عبد الحفيظ غوقة ومعنا أيضا من تونس الكاتب والبحث السياسي مصطفى القلعي أذكركم أن بإمكانكم أيضا أن تشاركوا معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي مساء الخير أستاذ عبد الحفيظ دعني أبدأ معك أولا الوضع في ليبيا للأسف من سيء إلى أسوأ على ما يبدو هناك اليوم يعني أكثر من سلطة تنفيذية أكثر من سلطة تشريعية أكثر من جهة عسكرية تتصارع كلها على الأرض الليبية إلى أين تسير الأمور برأيك من هذه النقطة يعني الحل كما يبدو بالنسبة للكثيرين بات بعيد المنال في الواقع الاضطرابات الأمنية والفوضى الأمنية هذه تشهدها ليبيا منذ ما يزيد عن العامين أثناء سلطة المؤتمر الوطني ولكن الآن الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد السبب الرئيسي فيها هو المؤتمر الوطني منتهي شرعياته ومنتهي ولايته من قبل أن تنتهي يعني شعب الليبي أسقط عن هذا المؤتمر الشرعية قبل أن تنتهي مدته في السابع من شهر فبراير من عام 2014 نظرا للفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد بل وكان للأسف شريكا فيما وصلت إليه البلاد من تردي على جميع الأصعدة نحن المصار الديمقراطي واضح لدينا برلمان منتقب من الشعب لدينا هيئة تأسيسية عاكفة الآن على إصدار دستور للبلاد لدينا هيئة عليا للحوار الوطني لدينا مؤسسات قامت وفقا لهذه الشرعية والمصار واضح وهذه هي إرادة لبين هناك من فشل في الانتخابات وحاول بسياسة الأمر الواقع وفرض الإرادة بقوة السلاح أشعل الحرب بمجرد إعلان نتائج المجلس النواب وهذه هي الفوضى التي دخلنا فيها تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان ثم تضحت الغاية والتي لم تكن خافية على الكثيرين من أبناء الوطن عندما سيطروا على مطار طرابس وأعلنوا فورا أو دعوا المؤتمر المنتهي إلى العودة لنفاجة بأن عشرين من هؤلاء الأعضاء في المؤتمر الوطني المنتهي يجتمعون ويقررون ويشكلون كما يزعمون حكومة وهذه كلها لن تقود إلى شيء وهذا من باب العابة والغباء السياسي والذي لن يقود إلى أي نتيجة على أرض الواقع ما تشهده ليبيا حاليا السبيل الوحيد للخروج منه هو ما بدأنا نلمسه من حركة من قبل دول الجوار يجب أن يكون هناك تعاون عربي وتعاون إقليمي ودولي من أجل مساعدة ليبيا مساعدة المؤسسات الليبية من أجل تجاوز هذه المرحلة المساعدة في بناء القوات الأمنية والقوات العسكرية الليبية لتستطيع مواجهة الانفلات وحماية المواطنين والمدنيين ومؤسسات الدولة هذا ما نريده هو مزيد من التعاون والتعاون الجديد الفائل إذن الحل لم يعد بيد الليبيين أستاذ عبد الحفيظ كما أفهم من كلامك دعونا أكمل سؤالي. ليبيا بحاجة إلى تعاون دول الجوار. تعاون إقليمي ودولي. وهذا يعني بالتالي ضمن أن الليبيين لم يعودوا قادرين لوحدهم على الأقل في حل أمورهم الداخلية. أخي العزيز رجاء أن لا تقولني ما لا أقوله. لا أسألك السؤال. لم أقولك شيء. نعم. الحل في البداية ونهاية بيد الليبيين ولكن الليبيين أنت تعلم يا أخي نحن بعد أربع عقود من الحكم الشمولي المستبد الدكتوري أنهك مؤسسة الدولة. ولن تكون لدينا مؤسسات. نحن بدأنا في بناء مؤسسة الدولة اعتبارا من شهر سابعة في 2012. عندما انتخبنا في أول مرة منذ أربع عقود جسم تشريعي. وهو المؤتمر الوطني والذي خيب أمال الليبيين التي كانت معقودة عليه. ثم عاودنا الكرة وانتخبنا مجلسا للنواب. وهو أفضل حال في تركيبته وتكوينته من الجسم السابق. ولدينا حكومة أصبحت حكومة بدأنا في مؤسسة الدولة. نحن ما نريد المنشة مع الدولة الذي ساعد الليبيين في التخلص من النظام الدكتوري أن يستمر في التعاون مع الليبيين من أجل بناء مؤسساتهم. أنا أقول أن الحل يجب أن يكون ليبيا. لدينا هيئة عليا الحوار. يجب أن نتفق على مخرجات هذا الحوار الذي باشرته هذه الهيئة. والذي أسف قطعت سير أعمال هذه الهيئة. ما جرى من تصعيد غير مسبوق للعنف في العاصمة طرابس وفي بني غازي. بالتزامن والحرب التي تشن على ما تبقى من القوات المسلحة الليبية. والتي نعول كثيرا على بنائها وعلى قدرات هذه المؤسسة بمساعدة من الدول الشقيقة. وبصورة خاصة نحن دعينا أننا لا أحد يرغب في التدخل في الشأن الليبي. ولكن نحن لا مناص ولا بد لنا من أن نستعين بأشقائنا وبدول الجوار التي تهمها الدولة الليبية من أجل بناء مؤسساتنا وإعادة ترميم هذه المؤسسة. هذا ما ندعو إليه. المجتمع الدولي في شديد تخلى عن ليبيا. بعد أن تحرت ليبيا وعند أننا في المصارى الدموية تخلى عن ليبيا. كان يلزم أن يكون هناك مساعدة في مسألة نزع الأسلحة وجمع الأسلحة. وبناء المؤسسات التي تستوعب هذه الكيميين الأسلحة وتستوعب من شاركوا في القتال ضد قوات القادمة. ولكن شيئا من ذلك لم يتم. بل ترك الشعب الليبي لمصيره. تركت مؤسساته على ما هي عليه من ضعف ومن تردي. وهذه المؤسسات التي قادت إلى أن يكون السلاح الخارج شرعية الدولة هو الذي له كلمة التصر للأسف شيد. وهو الذي يحاول أن ينازع الشرعية التي ترتضاها الشعب الليبي ممثلة في البرلمان وفي حكومته المؤقتة. سأنتقل للأستاذ مصطفى في تونس. مساء الخير أستاذ مصطفى. مرحبا بك معنا. قبل أن نتحدث عن دور دول الجوار والدول الإقليمية والمجتمع الدولي. دعني أسألك عن الوضع الداخلي. الأستاذ عبد الحفيظ يقول أنه المسار الديمقراطي واضح. هو واضح بالنسبة لطرف من الأطراف المتصارعة في ليبيا. هناك طرف آخر لديه ذراع سياسي. لديه ذراع عسكري قوي جدا. واضح أنه المسار الديمقراطي غير واضح بالنسبة له. ما رأيك؟ مساء الخير. أنا أعتقد أن المشكلة في ليبيا ليست بتبسيط الذي نعتقده. ما يحدث في ليبيا له بعد ثقافي وتاريخي واستراتيجي أساسا. وهو لا يحدث بالصدفة على كل حال. يعني لا نتصور أن سقوط نظام القدافي وتعويضه بدولة الميليشيات بهذا الشكل. وقعه بمحض الصدفة. لا هناك تكتيك استراتيجي لا شك في ذلك. نحن يمكن أن ننظر في خارطة الوطن العربي مشرقا ومغربا. سنفهم ماذا يحدث؟ لأن هناك رهاب تكفيري أو دولة تكفيرية موجودة أو نشأت أمام أعين العالم الذي يدينه التكفير ونشأت واستقرت وامتدت في المشرق حيث توجد الثروات النفطية. وهناك دولة ميليشيات أو ما شابه ذلك تنشأ في ليبيا أمام أعين العالم أيضا. فالعالم العربي يعني إنشأنا مسيج مغربا ومشرقا بهذا يعني البؤر المعدل الاشتعال في أي لحظة وليست يعني وليدة الصدفة. ما يحدث الآن في ليبيا إذن هو أن الشعب الليبي الأعزل الذي تاقى ويتوق إلى الحرية وإلى الديمقراطية وإلى المدنية لم يكن على وعيا بحجم المؤامرة التي تحاك له من المؤامرة من قبل من يعني القوى الغربية أنت يعني عندما تتحدث أن ما يجرى في ليبيا ليس بمحدث الصدفة وهناك استراتيجية وهناك مؤامرة وكأن هناك طرف يريد لليبيا أن تكون كذلك من هو هذا الطرف أو هذه الأطراف هي قوى دولية ترغب في الاستأثار بالثروات الكبرى للأمة العربية تعرف أن الثروات كانت مسخرة لها بدون كل هذه الفوضى إلى ما لا يكفي لا يكفي ذلك مسخرة ولكن وجود هذه الميليشيات هي شوكة في خسيرة أنظمة في خسيرة أمة يمكن أن تحركها لتهديد أي دولة لتهديد أي نظام يستقروا ولا يكونوا يعني متيعا إلى الحد اللازم للقوى الكبرى إذن هذه أدوات ضغط أيضا على أنظمة الجوار لابد من رؤية استراتيجية واسعة يعني وملمة بكل المعطيات المحيطة حتى يمكن لنا أن نقرأ ما يحدث في ليبيا أنا أعتقد أن الشعب الليبي ذحية ذحية لهذه المؤامرات وانفلاق وانفجار كل هذه الميليشيات من كل مكان على ليبيا أيضا لم يكن بمحدة صدفة ليتكا يعني تنظر في يعني عدد الجنسيات المقاتلة المولودة في ليبيا ليبيا الآن لم تعد يعني موطن للإرهاب أرضا للإرهاب بل إنها صارت يعني أرضا يصنع فيها الإرهاب ويصدر إلى أماكن أخرى أمام أعين المعالم ماشي ولكن أنا أود أن أفهم كيف يخدم هذا الوضع يعني الأهداف الغربية والمؤامرة التي تحدثت عنها دعني أستمع من الأستاذ عبد الحفيظ إلى رد ربما على هذه النقطة بداية هل تتفق أستاذ عبد الحفيظ مع وصف دولة الميليشيات الآن ليبيا كما وصفها الأستاذ مصطفى وهل بالفعل هذا نتيجة لمؤامرة كونية تدار حول ليبيا يا أخي صدقني نحن الثورات العربية سوى كانت لوقعت في تونس وإلا في ليبيا وإلا في مصر هي ثورات يعني يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها هي ثوق هذه الشعوب إلى الحرية بعدما انضاقت ويلات الحكم الشمولي الدكتوري لما يزيد عن أربعة عقود في ليبيا ولما يزيد عن ثلاث عقود في مصر وعقدين من الزمن في تونس هذه هي الأسباب ولكن كون هذه الثورات سرقت كون أن هناك تيارات سلبت إرادة هذه الشعوب وتوقع إلى الحرية وضاقت الويل هذه حقيقة نحن في ليبيا لدينا تيارات لا تؤمن بمفهوم الدولة أصلا ولا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بالانتخابات هذه مشكلة وتحمل السلاح وتحمل السلاح وتجمع الأسلحة من أجل هذه لمحاربة السلطة والدولة لدينا التيارات تكفيرية متشددة هذه نشأت في بيئة صالحة أصبحت ليبيا في أي دولة تحدث فيها ثورة تشهد نوع من الطرابات أنظر إلى تونس ماذا حدث في تونس وإلى مصر ماذا حدث في مصر وإلى ليبيا وإلى اليمن وإلى سوريا وهكذا هذه هي البيئة المناسبة لينمو فيها الإرهاب ويترعر والتشدد والتكفير والمغالاة هذا ما تعاني منه ليبيا ليبيا إلى الآن بالرغم من وجود السلاح ومن بيده السلاح حتى من التيارات السياسية التي تؤمن بمفهوم الدولة الأسف شديد هي لا تقبل بمخرجات العملية الديمقراطية عندما تخسر ديمقراطيا عن طريق صناديق الاقتراح تلجأ إلى السلاح وهذه الطامة والمشكلة التي تعاني منها حتى النخب السياسية العربية هذه الكارتنا نحن يا أخي توقين إلى الحرية ولكن الأجواء إلى الآن لم تكن مناسبة لم تكن مناسبة للشعب العربي لبناء الديمقراطية في ليبيا بالرغم من أن الشعب الليبي عاش لما يزيد عن أربع عقود محروم من المشاركة السياسية ومن كافة حقوقه ومن حرياته في التعبير عندما قامت هذه الثورة والتي كانت فعلا ثورة شعب بمعنى الكلمة ولم تكن ثورة مسلحة القذافي ونظامي هو الذي تحولها إلى ثورة مسلحة لمدة تمانية أشهر وهو الذي نشر الأسلحة في شرق البلاد وفي غربها وأصبحت هذه المشكلة التي تعاني منها ولم يكن هناك في ليبيا من المؤسسات ما يمكن له أن يجمع هذه الأسلحة لم تكن لدينا مؤسسات أمنية قادرة أو مؤسسات عسكرية هذه هي المشكلة إلى الآن بالرغم من السلاح الغير مسبوق الموجود في ليبيا والانتشر حتى في دول الجوار وأكثر في دول الجوار ولكن إلى الآن لم تتحول ليبيا إلى دولة ميليشيات ولا أحد يتمنى ذلك لأن إرادة شعب الليبي تذهب باتجاه دولة مدنية دولة مؤسسات وقامت هذه المؤسسات وقامت هذه المؤسسات لا بس واقع على الأرض أستاذ عبد الحفيد يختلف عن ما تقول ليبيا دولة ميليشيات وهي مسألة واضحة للجميع اليوم من يحكم البلاد من يتحكم بمصير البلاد والعباد وبالأمن وبالاستقرار وبالنفط وبكل هذه الأمور هي الميليشيات أخي أنتوا علي مرأة ومسمع من العالم عندما بدأت الحرب لأراه بدأت مبكرا بدأت بعد أشهر من الثورة الليبية عندما اغتيل رئيس أركان الجيش الليبي كانت هناك مؤامرة على الجيش الليبي وهذه المؤامرة تبدت في اغتيال أكثر من ألف من ضباط ومن جنود ومن ضباط صف الجيش الليبي في الشرق وفي الغرب وإلى الآن الحرب التي دارت رحاها في الشرق وفي الغرب هي دارت بين مكونات أو ما تبقى من الجيش الليبي ومن قوات المسلح الليبية وبين الكتائب التي تنازع الشرعية هناك من لا يريد الدولة ولا يريد المؤسسات الأمنية ولا مؤسسة عسكرية يريد الفوضى أن تأم وتنتشر في ليبيا وهذا ما يعمل عليه حاملة السلاح خارج شرعية الدولة أي دولة يوجد فيها سلاح خارج شرعية لن تنعم بالأمن وبالاستقرار هنا مطلوب يا أخي الحركة عن طريق دول الجوار عن طريق جامعة الدول العربية ولديها موفد للأمين العام في ليبيا أعتقد يعمل على هذا الإطار أن تتعاون مع ليبيا في بناء ما نحتاجه هو تقديم الدعم اللازم لليبيا لبناء مؤسساته في مقدمتها المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وهاتين المؤسساتين هما القادرتان على بسط الأمن وفرض هيبة الدولة والحفاظ على المصار الديمقراطي وننسى أولا وأخيرا إرادة الشعب الليبي إرادة الليبيين مع المصار الديمقراطي الليبيين خرجوا في أكثر المدن الليبية منددين بأعمال العنف وبالاحتكام إلى السلاح ومنددين بالكتائب المسلحة ويدعون إلى الجيش فقط الجيش والشرطة هذا هي إرادة الليبيين وهي التي ستحسم الأمر في نهاية المطاف أستاذ مصطفى ما رأيك لا مناص من الاستعانة بدول الجوار بالمجتمع الدولي بالأصدقاء ليبيا كما يقول الأستاذ عبد الحفيظ غوقة كان هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول الجوار بالأمس في القاهرة صدر بيان يتحدث عن ضرورة احترام وحدة وسيادة ليبيا عدم التدخل الالتزام بالحوار الشامل وأيضا وقف نشاط الجماعات المسلحة والتصدي للإرهاب والعنف ما الذي بإمكان دول الجوار أن تفعلوا أكثر من إصدار بيانات من هذا النوع عمليا ما الذي يمكن أن تفعلوا هذه الدول لمساعدة ليبيا على الخروج من هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه اليوم نعم هذا الاجتماع أعتقد أنه الثاني في ظرف شهرين كان الاجتماع الأول في مدينة الحمامات في تونس صحيح وأنا أعتبر أن هذا البيان ضعيف الحقيقة اتلعت عليه ورأيت ما فيه هو بيان ضعيف فعلا ويدل على ارتباك في قراءة المشهد في ليبيا لأنه يتحدث عن أطراف وكأن الميليشيات هذه لها من يمثلها ومن يحاور باسمها والحال أن أغلب من يحمل السلاف من تونس ومن الجزائر ومن مالي ومن جنسيات حتى غير عربية يعني يقاتل ويستعد للسفر ويتدرب وإلى خريه إذن كيف يمكن أن تتحاور مع هؤلاء وبأي سيغة ثم من يحمل السلاح كان يتحدث أنا لا أعلم تحييزا إذا كان أغلب من يحمل السلاح هو من خارج ليبيا ربما الأستاذ عبد الحفيظ يساعدنا في هذه المسألة هناك كتائب ومجموعات مسلحة ليبية صرفة بعضها شارك في الثورة بعضها لم يشارك بعضها برز بعد الثورة ولكن لا أدري إذا كان من الدقيق أن نقول أن أغلب من يحمل السلاح اليوم هو من خارج ليبيا أستاذ عبد الحفيظ ما رأيك لا أرجل معذرة نعم نعم هناك أجانب يقاتلون إلى جانب الليبيين في الكتائب المسلحة وخاصة في الشرق الليبي هذه حقيقة موجودة وخرجوا ببيانات واضحة تدل على ذلك وتدعو أيضا إلى ذلك وخرج علينا من تونس من يحتدي على معسكرات الجيش الليبي ويقوم بالمساهمة في تدمير معسكرات الجيش الليبي ويصف أفراد الجيش بالطواغيت هذه حقيقة موجودة على الأرض وخصوصا في الشرق الليبي وتعدى الأمر جنسيات العربية إلى جنسيات أجنبية كما تفضل ضيب السؤال هو هل يشكل هؤلاء غالبية المسلحين الذين يقاتلون على الأرض ليبيين لا على الإطلاق لا يشكلون أغلبية هم حتى الليبيين لا يشكلون أغلبية في هذه المسألة من يقاتل قوات الجيش ومن يقاتل قوات الأمن في ليبيا لا يشكلون أغلبية ولكن هم استغلوا الأوضاع على الاضطرابات وأوضاع عدم وجود المؤسسات وفرضوا إيرادتهم على الدولة واحتدوا على مؤسسات الدولة وبدأوا بالاختيالات لضباط الجيش والأمن ولهدم معسكرات الجيش والشرطة والاعتداء على المحاكم تخيل مدن ليبيا وطرابس لا توجد فيها مؤسسات قضائية ولا أمنية ولا عسكرية تعمل كيف يعيش المواطن بالله نحن أصبحنا في حاجة مثل حماية مواطنين من الاعتداءات المتكررة الاعتداءات على البيوت دخلوا لم يرعوا حتى حرمات البيوت لا علاقة لهم لا بالدين ولا بالإسلام ولا بالقيم ولا بالعروبة ما يجري في ليبيا فاق كل التوقعات نحن توقعنا في أعقاب الثورة أن تحدث الطرابات أن يحدث ولكن لا تصل الأمور إلى هذا الحد إلى ما وصلت إليه من استعداء كامل على الشعب الليبي وحرب ضروس يخضوها هؤلاء هذه الكتائج على أهلنا في الشرق وفي الغرب هذه الكيفية طيب نستعرض سريعا أستاذ عبد الحفيظ وأستاذ مصطفى بعض المشاركات التي وردت قبل قليل من أستاذ المشاهدين سامي العبادي يقول على المجتمع الدولي المساعدة في تدريب القوات الليبية لاستعادة الاستقرار إلى البلاد أنس الحول يقول مشكلة ليبيا في أمراء الحرب الذين يتلقون أوامرهم من الخارج بلا الهاني يقول لم نعد نستطيع تحديد ما هي الدولة وما هي الميليشيات هادي البدري يقول الدولة الليبية لن تقدر وحدها على التصدي للميليشيات فهي بحاجة إلى دعم عسكري وجوي واستخباراتي سيف عشور يقول المجتمع الدولي تخلى عن ليبيا حتى صارت مرتعا للسلاح والميليشيات والفوضى سارة أبو بكر تقول لا حل في ليبيا إلا بتدخل دولي يقضي على الميليشيات المسلحة عياد إبراهيم يقول الحل في دعم الجيش الليبي مع وجود قوات عربية للتصدي للميليشيات التي تهدد المنطقة أستاذ مصطفى ما رأيك كثير من المشاهدين يتحدثون عن ضرورة تدخل أجنبي تدخل أجنبي سواء عسكري أو غير عسكري هل برأيك هذا هو الحل الوحيد اليوم للخروج بليبيا من هذا المأزق الذي دخلت به أنا لا أعتقد أن هناك من يمكن أن يغامر بتدخل أجنبي في دولة مساحتها مليون وثمانمائة ألف كيلو متر مربع ممتدة ولها ألف وتسعمائة كيلو متر من السواحل وتحدها ست دول منها يعني على الأقل دولتين أو ثلاث غير يعني منضبطة أمنيا وعسكريا يعني المسألة معقدة جدا في ليبيا العالم والمجتمع الدولي عموما والقوى العظمى سكتت على هذه الميليشيات أكثر من سنتين حتى تركزت واستقرت وأخذت أماكنها ثم مضاء آخر في ليبيا ليست فقط الميليشيات هناك سرع قبل عنيف جدا بين يعني في جبال نفوسة وفي الغرب الليبي وفي الساحل الغربي في الشرق الليبي هناك تمركز لهذه الميليشيات أساسا هناك مشاكل أيضا يعني عصبية بين بعض القبائل مثل قبيلة تورغة وأهل يعني مصراطة إذن المشهد معقد جدا من يمكن أن يغامر بالدخول في يعني في هذه المغامرة إذن لا أعتقد أن الدول المحيطة في جوار ليبيا لها القدرة أو الرغبة أساسا في التدخل الآن إذن المشهد تعفنا إلى حد إلى حد كبير ليبيا تركت لمصيرها وأعود إلى يعني كلمة المؤامرة فعلا هناك مؤامرة تركت ليبيا سنتين أو سنتين كاملتين استقرت الميليشيات تعفنا الوضع والآن صار من العسير جدا حله بتدخل خارجي أو يعني تدخل إن شاءنا مدني ليبيا يبقى شعبها هو الأقدر على حل مشاكله على الدول المجاورة أن تسانده أن تقف معه بتدريب الجيش الليبي بتسليحه بإيوائه إن شاءنا بمساعدته بشكل مدني على بناء المؤسسات لكن التدخل الخارجي أنا أعتقد أنه مستبعد وعسير جدا شو رأيك أستاذ عبدالحفيظ هل بالفعل التدخل الخارجي المباشر بات الحل الوحيد على الأقل على المدى القصير لإنقاذ ليبيا من هذا الوضع مسألة تدريب الجيش وتسليح الجيش مسألة تطلب فترة من الوقت يعني لا يمكن أن يدرب الجيش ويصبح بإمكانه السيطرة على زمام الأمور بوقت سريع هل التدخل الأجنبي الخارجي اليوم بات هو الحل الوحيد أمام ليبيا لا لا على الإطلاق ليبيا هذا سيزيد الأمور سوءا وسيفاقم الأوضاع ويؤدي إلى تردي أكبر على العكس الآن بالرغم من مؤسسة العسكرية تبدو ضعيفة ولكنها هي التي تقاوم الآن سواء كان في شرق البلاد أو في غرب هي التي موجودة وهي التي تقاوم نحن عندما قامت الثورة كان الجيش هو الذي في المقدمة هو الذي حارب واستشهد منه العشرات من الضباط وبالضغط صف الجيش الليبي إذا المؤسسة العسكرية كانت موجودة ولكن المؤسسة العسكرية استهدفت منذ بدايات الثورة وأنهكت فوق ما هي منهكة ومعسكراتها تعاني مما تعاني وبالتالي دمرت هذه المعسكرات نحتاج فعلا إلى إعادة بناء الجيش الليبي وأعتقد هذا هو الحل الوحيد وهذا الحل هو الذي يلاقي قبول الليبيين لأن لدينا تجارب شعوب حدث فيها التدخل المباشر لم تخرج من مستنقع الحرب بل عكس تفاقمت الأوضاع في هذه البلاد ولدينا خير مثال في العديد من الدول لا أريد أن نسمي فلذلك الحل في ليبيا عندما طلبنا في بداية الثورة بحماية المدنيين لم يكن هناك وجود على الأرض وإنما كان استهداف للمعسكرات الخارجة عن شرعية الثورة الليبية هل أنت الآن أستاذ عضوحفين ما مثل هذا السيناريو استهداف مباشر ربما من الجو لبعض التجمعات بعض معاقل هذه المجموعات المسلحة يا أخي طبعا أنت لما تدك لما تدك العاصمة في أكبر أحياء طرابلس وفي أكبر أحياء بني غازي تحاصر وتدك بالصواريخ على السكان الآمنين ويشردوا من بيوتهم هل تعلم أن طرابلس أكثر من 1200 عائلة من طرابلس شردت عن بيوتها إلى الداخل الليبي وإلى الخارج كذلك في الشرق الليبي مناطق بأسرها بعد أن تخلصنا من نظام مستبد كنا نظن أن الأمور أسهل ولكن بدنا نعاني الأمرين الآن ماذا تريد من المسؤول أن يفعل عندما يرى المواطن الليبي ولا يملك حمايتهم إذن يلجأ إلى طلب حماية المدنيين ولانا في بداية الثورة خير إصوى ومثال في بداية الثورة كان حماية المدنيين أمر واجب ودعت إليه السلطة الانتقالية أنذاك الآن يصبح أمر محرم لأنه لا يأتي على هوى من يدك المدنيين ويشرد من بيوتهم ويحتضي عليها بالحرق والنسف هذا مقبول أن المجتمع الدولي الآن بات يتفرج على الليبيين وهم تدمر ممتلكاتهم وبيوتهم ويستهدف مصارهم الديمقراطية التي تطع فيه التضحيات العظيمة ولا أحد يحرك ساكن للأسف شديد ولكن نقول أن ليبيا الآن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الحفيظ وقع أفر على المقاطعة كان معنا من القاهرة السياسي والحقوقية ليبيا شكرا لضيفي من تونس الأستاذ مصطفى القلية الكاتب والباحث السياسي وتتابعونا في الجزء الثاني من حوار الليلة واشنطن وخيارات الضربات الجوية ضد الدولة الإسلامية في سوريا خرج سكان قطاع غزة إلى الشوارع ابتهاجا بوقف الحرب بعد 51 يوما من القصف الإسرائيلي على القطاع وسمع دوي أطلاق نار في أرجاء مختلفة تعبيرا عن الفرح بوقف الحرب كما دعت حركة حماس الجماهير الفلسطينية للخروج إلى الشوارع للاحتفال بالنصر وبتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني تعهد رئيس الأمريكي باراك أوباما بملاحقة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وقتلت الصحفي الأمريكي جيمس فولي وقال أوباما في مؤتمر للرابط الأمريكي لقدام المحاربين في مدينة شارلوت في نورث كارولاينا قال إن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والسوريا لن يكون سهلا رسالتنا لأي شخص يلحق الأذى بشعبنا هي بسيطة جدا أمريكا لا تنسى باعنا طويل ونحن نتحلى بالصبر والعدالة ستطبق وقد برهن ذلك مرارا وتكرارا إننا سنقوم بما يجب القيام به للقبض على من يؤذي مواطننا وسنلاحق من يؤذي الأمريكيين وسوف نستمر في اتخاذ التدابير المباشرة من أجل حماية شعبنا وحماية وطننا استئصال سرطان مثل تنظيم الدولة الإسلامية لن يكون سهلا ولن يكون سريعا سنتناول موضوع الخيارات الأمريكية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بمزيد من التحليل في الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة مع ضيفين من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد لياس حنة وسينضم إلينا بعد قليل من واشنطن مستشار الكونغرس الأمريكي الدكتور وليد فارس أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون على أهمية دور دول الجوار الليبي باعتبارها الأقدر على تقييم الوضع هناك واتخاذ القرارات اللازمة لدعم العملية السياسية وأصرح ليون عقب محادثاته في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الأوضاع في ليبيا باتت تستدعي دعما كبيرا من المجتمع الدولي وأضاف أن استخدام القوة سيزيد من خطورة الوضع مؤكدا على دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة ومساعدة ليبيا للخروج من الفوضى السياسية والأمنية الحالية عبر عملية سياسية شاملة نفت قوات البشمرقة الكردية أي سيطرة لتنظيم الدولة الإسلامية على سد الموصل شمالية العراق وأكدت أن السد مؤمن بشكل كامل وكانت مصادر في محافظة نينا وذكرت أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية سيطروا على سد الموصل بالكامل للمرة الثانية كانت هذه أبرز الأخبار نتابع الآن الجزء الثاني من حوار الليلة سوريا ومشروع الضربات الأمريكية ضد الدولة الإسلامية موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة أرحب من جديد بضيفينا معنا بعد قليل من واشنطن مستشار الكونغرس الأمريكي الدكتور وليد فارس ومعنا الآن من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنة أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك عميد حنة مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد موقف جديد على ما يبدو تحاول واشنطن التوصل إليه فيما يتعلق بمواجهة التنظيم الدولة الإسلامية ليس فقط في العراق بل أيضا في سوريا هذه المرة كما نعلم واشنطن بدأت عمليات عسكرية في العراق ضد التنظيم الآن هناك بحسب المعلومات الواردة محاولات أمريكية للاستطلاع جمع المعلومات عن التنظيم داخل سوريا إلى أي مدى برأيك يمكن أن تنضي واشنطن في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية عسكريا وبشكل مباشر في سوريا لا أعتقد أن ما قاله الرئيس أوباما أنه جديد أنه الوجه الرسمي أنه الوجه العلني وأنا أعتقد أنه منذ بدء الأحداث في سوريا هناك بوتس عن دي جراوند كما يقال بالإنجليزية هناك من يستطلع هناك من يتابع هناك من يعرف إلى حد ما إن لم يكن على الصعيد البشري هناك على الصعيد الاستطلاع الجوي على السات انتليجنس كما يقال يعني لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك هذا الحجم من الاختتال وهذا الحجم من الخطورة على المحيدون أن يكون موجودة اليوم أنا أعتقد أنه الانتقال إلى المرحلة الرسمية الرئيس أوباما وضعها أزquier أنها سياسة ولكن اليوم المرحلة القادمة هل سينتقل الرئيس أوباما من المستوى التكتي أو المستوى المايكرو لفيل إلى المستوى الأعلى لستراتيجية معينة ما قاله الرئيس أوباما وما سيتم على الأرض هو مرحلة الاستعلام التكتي أو التكتيكل انتليجنس كما يقال المرحلة القادمة هي مرحلة صياغة استراتيجية كيف سنحارب هذا التنظيم؟ هذا التنظيم خطر أم لا؟ هذا هو خطر هل هناك استراتيجية إقليمية؟ ما هي أسسها؟ من سيمولها؟ من سيحارب على الأرض؟ من سيأمن الاستطلاع؟ يبدو لولايات المتحدة الأمريكية فإذا نحن في مرحلة انتقالية أساسية قد لا تكون كما يحلم البعض أن يكون هناك معركة على الأرض أو اشتياح على غرار ما حدث في العراق في العام 2003 هل نتحدث عميد حنة عن عمليات في حال تم اتخاذ القرار بالفعل من قبل الرئيس أوباما بالقيام بعمليات؟ هل نتحدث عن عمليات محدودة ضد أهداف معينة ما يسمى بالpin point targeting؟ أم نتحدث عن محاولة جدة لإضعاف هذا التنظيم وربما القضاء عليه في نهاية المطار؟ أن القضاء على هذا التنظيم ليس بالبعد العسكري لوحده ونحن نعرف عندما رئيس الأركان دمسي عندما قال في بداية الحرب على سوريا أو في سوريا وهو كان يمانع الحرب على سوريا أما اليوم يقول لا يمكن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية إلا بضرب ما يسمى بسوريا أو الامتداد لأنها جزء واحد أساسي أنا أعتقد اليوم أن الرئيس أوباما النمط أو المسار أو الباترن الذي اتبعه الرئيس أوباما أنه الأسلوب الخاص فيه هو حل تكنولوجي حل تقني لأمور معقدة سياسيا وأمنيا وهذا ما حدث فعلا بالغارة على أبوت أباد على رئيس زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن اليوم أنا أعتقد لن يكون هناك أكثر يعني قد ننتظر أو قد يمكن أن يتم يعني اليوم الاستطلاع عزيزي مهند هو الهدف الأساسي الهدف الأساسي هو معرفة تركيبة هذا التنظيم معرفة المودس أوبراندي يعني طريقة العمل معرفة كيفية الحركة اللوجستية مراكز السقل من يقرر كيف ينتقل أبو بكر البغدادي يمكن قد نجد في وقت من الأوقات تنفيذا لما وعد به الرئيس أوباما بالتقرير بعد مقتل الصحافي أو قطع رأس الصحافي جيمس فولي أن يكون هناك عملية خاصة لأن هذا من النمط الخاص به أنا أعتقد اليوم لأن الموضوع معقد قد يكون هناك مرحلة الاحتواء مرحلة الأضعاف والانتقال إلى المرحلة السياسية على الأقل في العراق وهذا ما شهدناه في مسار تغيير نور الدين المالكي والإتيام بشخص وافق عليه الكل وهذا ما يعطي مؤشرا بسيطا زيارة نائب وزير خارجية الإيراني إلى المملكة العربية السعودية هل نحن في مسار تشكل هذه الاستراتيجية برعاية أمريكية ممكن ولكن يجب أن ننتظر لمعرفة ماذا سيحدث مع العلم أن ما يجري في سوريا هو أمر معقد جدا وهذا ما تحدث عنه وزير خارجية المعلم السوري في حال بالفعل قرر الرئيس أوباما القيام بعمل عسكري ما بغض النظر عن حجم هذا العمل هناك لا شك عوائق أو معضلات أو مشكلات تواجه تنفيذ هذا القرار خاصة فيما يتعلق بالتنصيق مع الجانب السوري سوريا تقول أن أي عملية بدون تنصيق معها سيتم اعتبارها بأنها عدوان على الأراضي السورية واشنطن تقول أنها لن تنصق مع الجانب السوري ولن يكون هناك تعاون في مواجهة هذا التنظيم وبالتالي هناك معضلة أمام إدارة أوباما في كيفية تنفيذ أي قرار عسكري قد يتم اتخاذه هناك مشكلتين أساسيتين اليوم بالبعد القانوني هناك الموضوع مفهوم السيادة وهذا أمر سيشكل معضلة كبيرة ومشكلة كبيرة لرئيس أوباما لأنه قال أنه على الرئيس الأسد أن يذهب اليوم عندما تفتح باب التفاوض معه والتعاون وكأنك تؤتي شرعية غير مباشرة للنظام وهذا ما لا يريده الرئيس أوباما لأنه هذا أمر قد يقضي على شعبيته في الولايات المتحدة الأمريكية ونحن على قاب قوسي من انتخابات فرعية وحتى انتخابات رئيسية بعد عامين فأذا أنت اليوم في مرحلة مختلفة وأنا أعتقد اليوم عندما قلت أنه استراتيجية إقليمية يعني شملت إيران بهذا الموضوع المملكة العربية السعودية الأردن وتركيا وهذا أمر قد يؤتي شرعية لأي تحرك أمريكي على الأراضي السورية هذا عدا موضوع عدم قدرة أو عدم سيطرة النظام في سوريا على كل الأراضي في سوريا اليوم نتحدث عن الشق الساحل المنتد من حلب إلى حد ما إلى درعة وباتجاه الغرب أو باتجاه لبنان هذا الأمر يسيطر عليه النظام ولكن في الداخل السوري هناك عدم إمكانية سيطرة النظام على هذا الوضع وهناك ستكون العمليات الخاصة إذا حدثت النظام في سوريا اليوم يحاول التموضع يعني فقط ليقول للنظام للولايات المتحدة الأمريكية أنكم تتحدثون عن الربيع نحن قلنا لكم في بداية الأزمة في سوريا أن هذا الأمر هو حرب نظام ضد إرهاب واليوم تعودون لما قلنا لكم في السابق وهذا الأمر قد يأتي الحل باستراتيجية أقليمية المعدلة الثانية عزيزي مهند هو تركيبة هذا التنظيم نوعيته النيتشر تبعيته هو شادوي يعني هو فلكسبل هو لين يسيطر على أراضي كبيرة جدا مساحة الأردن عدد سكان الأردن لديه ما يقارب 2.4 مليار حسب التقديرات لديه مال مليون دولار في اليوم من النفط أثنين لديه أسلحة جديدة غنمها من الجيش العراقي وبالتالي لديه مقاتلين أتوا من الغرب وهذا أمر يشكل خطر على الأوروبيين ولكن الخطر الأساسي أنا أعتقد اليوم أنه هذا التنظيم لديه ملاز آمن لديه منطقة فيها الكثير من السنة من القبائل من العشائر وهذا أمر ينقلنا إلى المستوى السياسي والذي يعمل عليه أعتقد الرئيس أوباما عبر التغيير في العراق يجب لضرب هذا النظام أو هذا الدولة الإسلامية يجب حرمانها من هذا الملاز وهذا أمر يتطلب بعد سياسي من هنا أعتقد أنه عملية الاحتواء عملية الإضعاف وعملية الانتقال إلى المرحلة السياسية وأنا أعتقد المرحلة القادمة ستشكل معضلة لدى سنة العراق من سيأتي إلى الحكم في بغداد هل سيكون هناك خلاف سني سني في العراق اقتتال داخلي سني سني في العراق هذه الدينامية قد نراها في المرحلة القادمة طيب عميد حنس سأسألك بعد قليل لماذا بدأ النظام في سوريا باستهداف تنظيم الدولة الإسلامية الآن في الأوين الأخيرة في الشهرين الماضيين فقط ولم يكن هناك أي استهداف قبل ذلك سأسألك عن هذا الموضوع بعد قليل ولكن دعنا نشرك معنا الدكتور وليد فارس مستشار الكونغرس الأمريكي مساء الخير دكتور وليد مرحبا بك معنا الرئيس أوباما على ما يبدو أمام خيار صعب هناك من يرى أنه سيتخذ قرار في نهاية المطاف بالقيام بعملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ربما على غرار ما يجري في العراق ولكن هناك مخاوف لدى الإدارة ولدى الكثيرين في واشنطن من أن هذه المسألة سيترتب عليها مخاطر سياسية كيف يفكر الرئيس برأيك في هذا الوقت فيما يتعلق باتخاذ هذا القرار كل هذا الكلام صحيح المخاطر القلق المفاجأة يعني رئيس أوباما دفع إلى هذا الأمر بعد هجمة داعش واستلائها على أجزاء كبيرة من العراق وحتى بعد سقوط الموصل لاحظنا أنه لم يكن هناك قرارات عسكرية على الأقل الأمريكية أما بعد الهجوم على منطقة سنجار وينينوى وتهديد أمن الكيان الكردي عندها تحرك الرئيس أوباما وأمر بعمليات طيران محدودة وهو قال لن يكون هناك حل عسكري لأزمة العراق السياسي حل أمريكي عسكري لهذه الأزمة من ناحية ثانية بعد قتل هذا الصحافي الأمريكي تأثر الرأي العام الأمريكي وبالتالي كان هناك ضغط كبير من كبل الكونغرس أن يوسع هذه الضربات لأن ضرب داعش ببلد ما أكان سوريا بمفردها أو العراق لن يؤدي لأنه عندما تضرب منطقة المنطقة الأخرى تتحول إلى قاعدة التموين والتجييش لذلك فالخطة الحالية بالنسبة لرئيس أوباما هي أن أولا يجمع معلومات تجمع إدارته معلومات عن مراكز داعش في سوريا وأن يحتفظ لنفسه بحق توجيه هذه الضربات في المرحلة المقبلة برأيك هل سيكون هذا القرار مقبول في حال قرر بالفعل القيام بهذه الخطوة مقبول سواء على الجانب الشعبي أو من قبل الكونغرس هل سيكون هناك تفويض واضح لأستماح للرئيس بالقيام بهذا الشيء المفارقة هنا أن الأكثرية في الكونغرس أكثرية جمهورية ومعها بعض الدموقراطيين هم أرادوا من الرئيس أوباما أن يوسع هذه الضربات الجوية أكثر مما هو قرر إذا أراد أن يضرب له دعم في الكونغرس كبير على الأقل هذا الكونغرس أما على صعيد رأي العام الشعبي إذا كان الكونغرس والإدارة متفقان على موضوع وظهر الوضع وكانه خطر على الأمن القوم الأمريكي فأعتقد أنه سوف يكون له دعم المشكلة أين؟ المشكلة بعد أن تبدأ هذه الضربات إذا ردت داعش أو إذا حصلت خسارات يعني خسارات في الأرواح الأمريكية أكانوا العسكريين على الأرض أو استهدفت داعش مصالح أمريكية أو أفراد أو ضربت هنا في الولايات التحدة الأمريكية عندها يعتبر رئيس أوباما أنه يواجه أزمة لأنه عندها سوف يقرر كما حصل في فيتنام أن يصعد أو أن ينسحب لا يمكن أن يحافظ على نفس قوة النار إذا حصلت ضد أمريكا هجمات قوية بسألة التنسيق مع دمشق دكتور فارس طبعا الإدارة الأمريكية تقول لا مجال للتعاون مع دمشق في هذا الموضوع دمشق من جهتها ترى أنه لا بد من التنسيق معها للقيام بأي عمل عسكري كيف يمكن أن تحل واشنطن هذه المسألة خاصة إذا قرر الرئيس بالفعل اتخاذ إجراء عسكري ما لننظر إلى الحد الأوسع الأبعد هل أرى أن إدارة رئيس أوباما والوضع الحالي السياسي هنا في واشنطن سوف يذهب إلى حد تغيير سياسته في أحيال النظام السوري هل سيذهب إلى حد شراكة علنية أن نرى لجان مشتركة من ضباط أمريكيين وسوريين لا هذا من المستحيل على الأقل في هذه المرحلة إذن ما يبقى هو أن يأمر رئيس أوباما بهذه الضربات وبنفس الوقت أن لا يأبه للتصريحات الصادرة عن دمشق وربما أقول ربما تبادل بعض المعلومات حول المواقع التي سوف تضرب هذا ممكن حتى يعني هناك حديث الآن أصلا عن أن الولايات المتحدة تقدم للنظام السوري معلومات حول أماكن وجود ونشاطات التنظيم من خلال وسائل الاستطلاع الأمريكية لا أدري مدى صحة هذه المعلومات ولكن هناك معلومات متداولة بهذا الشأن هناك معلومات كثيرة وربما 50% من هذه المعلومات أتي من قبل التحالف الذي يدعم النظام للإضفاء على هذه المعادلة أن هناك شراكة حقية قائمة حسب معلوماتنا هذا الأمر غير موجود ولكن على الرغم من ما أقوله حتى قبل هذه المرحلة ليس من المستحيل أن في عالم الاستخبارات أن يتم تدابع المعلومات حتى مع الأقصام إذا كان هناك خصم ثالث ولكن أن تتحول ذلك هذه المسألة إلى سياسة تقارب بين واشنطن ودمشق على أساس التعاون ضد داعش في هذه المرحلة لا نراها هنا عميد حنة مالكوم ريفكند وزير الدفاع البريطاني السابق وأيضا رئيس نجلة الاستخبارات في البرلمان البريطاني في أكثر من مرة في الأون الأخير يقول هناك ضرورة للتحالف مع النظام في دمشق كضرورة ملحة للتصدي بفاعلية لمواجهة خطر الدولة الإسلامية المتفاقم هل بالفعل الغرب سواء الولايات المتحدة أو غير الولايات المتحدة مضطر للتعاون مع دمشق في حال قرر اتخاذ إجراءات عسكرية ناجعة وفعالة وكبيرة لمواجهة تنظيم الدولة التعاون العسكري في العمق يتطلب وحدة قيادة يتطلب قيادة مركزية أو مركز قيادة أساسي يتطلب لجان مشتركة تجتمع يوما بعد يوم وتقرر بالمعنى الاستخباراتي بالمعنى الاستعلام التكتي وكيفية تحويل هذه المعلومات إلى عمليات خاصة على الأرض وهذا أمر أنا أعتقد مستبعد تماما يعني أنا الذي أراه اليوم أنه عندما قلت أن هناك قد نحن في طور مراقبة تتشكل استراتيجية أقليمية قد تكون لولايات المتحدة الأمريكية لبروفايدر كما يقال اليوم التأثير الأساسي هو إيران سوريا وبالتالي عبر حزب الله يعني اليوم عندما مرر الخبر في وقت سابق أن مررت معلومات من الـ CIA إلى مسؤول أمن عسكري أو جهاز أمن عسكري لبناني رسمي وبالتالي مرر إلى حزب الله يعتبر هذا بالمعنى التكتي بالمعنى الظرفي في وقته تعاون استخباراتي وهذا أمر يؤدي إلى درق خطر معين تفجير معين تفجير سفارة أو ما شابه وهذا أمر يعتبر بالمعنى التكتي وهذا قد يحدث تحت الطاولة أو كوفيرت أوبريشن بالمعنى الإنتليجنس ولكن اليوم أن نرى تعاون أساسي مباشر أمريكي سوريا هذا مستبعد هذا حسب رأيه لأنه يكون الرئيس أوباما قد درب كل الخطوط الحمر وهو قد درب في الكثير من الأوقات بعد هذه الأمور أنا أرى اليوم المدخل الأمريكي أو الإنجليزي للمنطقة هو استراتيجية مشتركة معلنة أو غير معلنة اللاعبين الأساسيين فيها هو إيران تركيا الأردن وبالتالي بإدارة أمريكية عن بعد أو ليدن فرم بهايند كما يقال أنه القيادة عن بعد يكون الواقع السوري هو أو اليد الطولة أو اليد العسكرية سورية وهنا سألتني قبل البريك أنه لماذا الطيران السوري يضرب اليوم الرقة بعد الاستيلاء على مطار الطبقة أصبح اليوم داعش هو مركز سقل داعش هو مركز الأساس يعني يوم شيل النظام السوري من الطبقة يعني هناك الخط الساحلي وبالتالي مسافة بعيدة جدا عن التأثير على الرقة وهذا أمر قلت في بداية الحديث محاولة تموضع وحجز دور للنظام السوري كأن يقول للولايات المتحدة الأمريكية أو من يعنيهن الأمر أنه إذا أردت أن تحارب على الأرض وأنت لن تضع بوتس أنا قادر على الوصول إلى هذه الأماكن وقادر على المساعدة فقط لحجز الدور وأنا أعتقد اليوم لن ينفع هذا الأمر لأن الدور سوف يكون عبر التعاون الإيراني الأمريكي السعودي طيب في الدقيقة أو دقيقتين المتبقيتين دكتور فارس يعني لا شك أن توسع نشاط تنظيم الدورة الإسلامية خلط كل الأوراق بالنسبة ليس فقط لواشنطن وإنما للغرب تنظيم الآن يسيطر على نصف مساحة العراق تقريبا ثلث مساحة سوريا كيف غير هذا الواقع من تفكير إدارة الرئيس أوباما إزاء هذه المسألة إدارة الرئيس أوباما كان لديها استراتيجيتين أولى هي وصول إلى تفاهم ما كلا أقول اتفاق مع النظام الإيراني يعم من خلاله الاستقرار في العراق في سوريا حل سياسي وفي لبنان واتفاق آخر أو سياسة أخرى كانت قائمة منذ سنتين مع الإخوان المسلمين في شمال أفريقيا سياسة الإخوان تقاربنا الإخوان سقطت الآن مع ما حصل في مصر ما يجري الآن فيه التحدي كيف يمكن حل مشكلتين هما العراق وسوريا من دون خسارة هذا الجسر مع إيران وبنفس الوقت من دون خسارة العرب السنة المعتدلين على الأرض بثواني قليلة على الأرض في سوريا هناك ثلاثة مناطق مناطق سيطرة النظام مناطق المعارضة المعتدلة ومناطق داعش كل الفلسفة السياسية حاليا في واشنون التي أراها أنا كيف يمكن إضعاف داعش لتسقط مناطقها ليس بين أيدي النظام بل بين أيدي المعتدلين وهذا أمر صعب جدا على الأرض خلينا نشكر العميد الياس حنة وقت الأقبار الاصطناعي انتهى معه من بيروت شكرا لك عميد حنة على وجودك معنا في هذا الحوار الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من بيروت أعتقد لدينا دقيقة إضافية أود أن أسمع رأي الدكتور فارس منها برأيك حجم هذا التدخل العسكري في حال قرر رئيس أوباما بالفعل أن يقوم بذلك كيف سيكون في دقيقة يعني الحد الأدنى المينموم لن يكون هناك بوتس آن دو جراوند كما يقال يعني لن يكون هناك مشات لا هذا لا يعني لا يستسني قوات خاصة هذه القوات تتحرك في الليل والنهار ولكن قوات دائما على الأرض لا نراه حتى الآن إذن ستكون قوات جوية ستكون عمليات استخبارية وعمليات سائقة في سوريا تكهناتي لن يستعمل إلى الطيران لا يريد أن يكون هناك أي مشكلة يقع فيها فيما بعد بالنسبة للكونغرس في العراق لقد نشر بعض الوحدات الخاصة أنا باعتقاد الرئيس أوباما لن يذهب إلى البعد البعيد ولكن سيقوم بالعمل المتوسط الوسيط شكرا جزيلا لك دكتور وليد فارس مستشار الكونغرس الأمريكي كان معنا مباشرة من واشنطن مرة أخرى نشكر ضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حان موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاين يموز عربية ألقاكم على رأس الساعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة